اشتركوا في القناة اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الناظم رحمه الله بحث التخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص ثم لذي اتصال وانفصال ينقسم فأول شرط ووصف استثناء وشرطه الإبقاء مما استثناء مع اتصاله والمطلق حملي على المقيد ترى الحق جليل وخصص النطق بنطق واقتبس أقسامه أربعة لا تلتبس فسنة بسنة كذا كتاب وذا بذي عكسه بلا ارتياب نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه لإحسان إلى يوم الدين تقدم الإشارة إلى صدر هذا البحث في تخصيص وانقسامه إلى متصل ومفصل وان منه الشرط والوصف الاستثناء لكن أيضا ننبه لما تقدم في باب النهي وان النهي معناه الانكفاف عن المنهي عنه سبق نشرت إلى أنه يجب الانكفاف مطلقا وبعض الناس قد يسأل يقول إنه وقع في معصية هل يكون وصف الوقوح المعصية ثابتا له نقول ينظر إن كان ندم وتاب فكأنه لم يعصي ويكون على هذا ممتثل والذنب يمحى من تاب تاب الله عليه فهو في حكم من لم يقع في الذنب لمن تاب وإن وقع منه مرة أو أكثر من مرة بل قد تكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله قبلها أيضا مما ينبعي التنبيه له أن النهي والأمر كلاهما من أحكام الله سبحانه وتعالى وسنته عليه الصلاة والسلام يجب العمل بالأمر امتثالا والنهي انتهاءا ولا يجوز التلاعب بهذه الأوامر والنواهي وبعض الناس قد يسأل على سبيل المزح مثلا ويقول هل يجوز وقد أشرت إلى هذا لكنه من باب التنبيه لأنه لا يجوز التلاعب أو المزح في هذه الأوامر أما هناك أمور واضح لكن خاصة في باب النواهي فيقول هل يجوز لي أو تسمحون لي أن أقع فيه مرة واحدة هذا ليس إلى أحد ولا يجوز المزح ولو كان على سبيل المزح وقد يقع من بعض الناس ومن عامة الناس أن يقال هل يجوز لي أن يفعله مرة هل تسمحون لي أن أقع مرة في هذا الشيء يقول قد يكون هذا الكلام أشد إثم ممن وقع فيه لأن النواهي يجب احترامها بامتثال هذا النهي انتهاء عنه كما أن امتثال الأمر بفعله ولو كان قلبه منعقد على عدم الوقوع فيه ولو كان قلبه منعقد وذلك أن تعظيم أوامر الله يجب عن قلب هيبة حتى ينتهي عما نهى الله عنه نية وفعلا لكن من واقع في شيء من هذا ثم ندب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له أما ما يتعلق بواحدة التخصيص تقدم الإشارة إليه والشرط والوصف والوصف سبق مثلا أنه جاء بنص مقيد وجاء بنص منفصل ومتصل في الغنم السائمة وهذا وصف تقييده بالوصف وكذلك وإن كنا أولاة حمل الوصف الحمل لأنه قال وإن كنا أولاة حمل فخرج أولاة الحمل من عموم أولاة وهو من الأسماء الموصولة العامة استثناء أصلا استثناء وهنا القصر للضرورة والاستثناء يكون في المستثناء منه قبله وبعد لكن الغالب يكون بعده كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان في غصة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهذا فيه استثناء والاستثناء معيار العموم وشرطه هذا يعود إلى الاستثناء الإبقاء من مستثناء هذا فيه خلاف في بعض صورة لكن في الصورة لا خلاف فيها فإذا قال مثلا له علي عشرة إلا عشرة هل يصح هذا الاستثناء طيب اش يلزمه إذا قر عند القاضي بأن قال له علي عشرة إلا عشرة اش يلزمه عشرة ويكون استثناءه لاغيا لاغيا لأنه لم يبقي شيئا لم يبقي شيئا فهذا ليس اسلوبا عربيا ولذا لزمه ما قر به وفيه دليل على أنه صحا يستثن الأكثر فهذا جامع يدل عليه في القرآن ولو قال له علي عشرة إلا تسعة صح الاستثناء لأنه أبقى واحدا أبقى واحدا وشرطه الإبقاء من مستثناء وبعضهم قال لابد أن يكون المستثناء النصف أقل أما إذا كان أكثر فليصح والصواب أنه يصح لأن وصف الاستثناء ثابت له مع اتصاله يعني اتصاله حقيقة أو حكما مع اتصاله فلو أنه قال له علي عشرة اعترف عند القاضي أن له علي عشرة أو اعترف والشهود يشهدون بأنه قال له علي عشرة آلاف ثم بعدما طال المجلس وفرغ الحديث الحديث هذا وانتقل حديث آخر قال بعد ذلك إلا خمسة إلا خمسة هل يصح هذا الاستثناء لماذا لي وجود الفصل لي وجود الفصل قال مع اتصاله لكن لو كان الانفصال حكمي مثل قال له علي عشرة وحصل له زكام عطاس أو سعال ونحو ذلك فهذا متصل وهذا لا خلاف فيه لكن لو حصل فصل بقول مثل قال والله ما أزور هلان قال له صاحبه قل إن شاء الله استثني استثني في يمينك بعدما فرغ هل يصح الاستثناء هذا مع أن فصل بينهما بقول أجنبي لكنه مرتبط موضوع قال قل إن شاء الله في خلاف والصحيح أنه يصح دليله ما ثبت في الصحيحين من حيبه رضي الله عنه في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على مرأة على مئة وكلهن تأتي بغلام فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقول إن شاء الله فلم تأتي أو فلم تحمل واحدة من إلا واحدة حملت بشق إنسان قال النبي عليه الصلاة والله لو قال إن شاء الله لكان دارك لحاجته أثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال إن شاء الله من حصل فصل بقول الملك له قل إن شاء الله وكذلك ثبت في الصالحين في قصة حليل عباس في قصة الإذخر فقال عباس إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر حصل استثناء بعد الفصل بقول العباس قول يا رسول إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقيننا للبيوت يتخذونه ويسدون بخلل السقوف وأيضا في القبور وقيننا القين وهو الحداد يستفيد منه في إشعال النار أو نحو ذلك فقال إلا الإذخر ولهذا كان الصحيح أن هذا الفصل لا يؤثر هو المطلق أحملي على المقيد ترى ترى هذا مجزوم لجواب ماذا الأمر من قوله احمل ومجزوم على حذف حرف العل لأصل ترى لكن لأن في جواب الأمر مجزيا بحذف حرف ترى الحق جلي المطلق يحمل على المقيد كما أن العام يحمل على الخاص مثل قوله سبحانه وتعالى كما تقنش إليه فتحرير وقب في الظهار وفي اليمين كفارة اليمين قيدت ب آية قتل الخطأ في سورة النساء وما كان لمؤمن يقتل ومن قتل مؤمن خطأ تحرير رقبة تم مؤمن ودية مسلمة في ثلاثة مواضع في هذه الآية فالتحرير رقبة تم مؤمن قيلة الرقبة بالإيمان وهذا التقييد اتفاق في الحكم واختلاف في السبب وهذا في الخلاف الجمهور عملوا به والأحناف لم يعملوا به لكن قول الأحناف قوي وهذه المسألة بخصوصها الصحيح أنه يحمل المطلق في باب الكفارات على المقيد وأن الكفار لابد البقرة الرقبة لا تكون أن تكون مؤمنة لما ثبت في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال إن علي رقبة عليه رقبة فجاء بجرد يعتقها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسله قال أعتيقها فإنها مؤمنة النبي عليه الصلاة والسلام قال أعتيقها وش وجه الدلالة من هذا الحديث على اشتراط الإيمان في باب الكفارات شو وجه الدلالة نعم النبي نعم لم نعم لكن شو الدليل شو الدليل على أن الرقبة في الكفار يشترط فيها الإيمان يعني لو قال إنسان ما فيه الآية في الاستدار بها نظر لأنه وينتفق الحكم فالسبب مختلف كيف تحملون هذا على هذا هو قوله جمهور لكن ما هو وجه الدلالة من الحديث صحيح كلام صحيح هذا طيب ما وجه الدلالة على العموم ما وجه الدلالة على العموم لو قال إنسان يعني ليس فيه دليله يعني الرقبة في الظهار يجوج أن تكون غير مؤمنة الرقبة في اليمين يجوج أن تكون غير مؤمنة لإطلاق الآية ما هو الدليل من الحديث على أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة في باب الكفارة سألها نعم سألها هذا صحيح هو قال أين الله من أنا أعتقى فإنهم إذا لكن وش وجه الدلينا صحيح لكن ما وجه استخراج العموم من الحديث طيب في هذا الحديث لكن لو قال إنسان الآية ما قيدت تدور لكن ما وجه الدلالة ما وجه الدلالة على العموم من الحديث في كلمة الشافعي مشهورة نعم الحديث الحديث إنه قال أعتقى فإنه مؤمنة اعتقها فإنها مؤمنة طيب ممتاز وإش معنا في هذا الحديث لو ترك أو ترك النبي لو ترك أو لأنه ترك الاستفصال تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ويسجل المجلعون وقال وقضايا لعيان كذلك أيضا كمعباط الله يكسوها توبة الإجمال لكن هذه عقايدة أخرى مقابلة لكن في هذا الحديث النبي هل يستفصل عن الكفارة هل يستفصل هل قال عليه كفارة قتل خطأ هل عليه كفارة ظهار عليه كفارة قال عليه رقبه هل سأل النبي عن رغم ما سأله ما سأله إذن يشمل هذا كل كفارة تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منجلة العموم في المقال هذا هو واضح وهذا حديث صريح في هذا طيب وخصص النطق بنطق واقتبس أقسام 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 أربعة لا تلتمس أقسام هذا ابتداء جملة وأربعة خبر لا تلتمس والمعنى أنه يخصص النطق بالنطق ثم بيّن النطق بالنطق الكتاب والسنة الكتاب يخصص بالكتاب والكتاب يخصص بالسنة والسنة تخصص بالسنة والسنة تخصص بالكتاب أربعة أقسام فسنة بسنة تخصص السنة بالسنة أمثل لك كثيرا من قول النبي عليه السلام فيما سقط السماء كان عثريا العشر هذا عام في كل ما أخرجناه وقال في حديث آخر ليس في مدون خمسة أوسق صدق خصص منه هذا العموم وجعله في خمسة أوسق ثم تخصص آخر وأن هذا فيما يوسق فيما يوسق ليس في كل ثمر خارج فسنة بسنة كذا كتاب كتاب بكتاب كذا كتاب بكتاب في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصنا بأنفسهن ثلاثة قرون هذا عام في كل مطلقة ماذا خص منه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعنا هم لهن خص الكتاب والكتاب وذا ما هو ذا الكتاب بذي ما هي السنة يعني وكتاب بذي يعني تخصص الكتاب بالسنة بقودة وحل لكم ما وراء ذلكم في حل جابر وبي هرير وفي صحيح البخاري لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وأيضا أمثلة أو تذكرون مثال آخر أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولاد عام في كل الأولاد يخرج منه ماذا الكافر ليلة المسلم كافر والكافر المسلم وعكسه عكسه ماذا تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالكتاب مثل ماذا تخصيص السنة بالكتاب من عنده مثال أمثلة القاتلة على الناس عام في كل الناس ثم خص منه قوله سبحانه وتعالى قاتلوا للذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم آخر ولا يحرمون ويحرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صلى حتى يعطوا الجزية فمن يعطي الجزية فلا يقاتل وإن كان هذا موضوع البحث والصحيح أن الجزية تأخذ من كل كافر لأن الأي آية التوبة نزلت أخيرا بعدما دخل المشركون في دين الله لكن هذا مثال ذكروه على القول المشهور عند الجمهور عند الجمهور ذكروه وإن كان الصحيح اختار القيم في إحكام الذمة أنها تأخذ من كل كافر وأدلته ظاهرة وأدلته ظاهرة أيضا تخصيص السنة بالكتاب قول النبي عليه الصلاة ما قطع من بهم وحية فهو ميت ظاهرة أن الشعر إذا قطع من الشات أنه ماذا نجس ميت في قوله سنة وحية 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 إلى حين خصص في الصوف للغنم والوبر للإبل والشعر للمعز هذا خارج من أو خاص من هذا العموم في الحديث نعم المجمل والمبين المجمل المحتاج للبيان يكون في السنة والقرآن بيانه الإخراج للجلاء من حيز الإشكال والخفاء المجمل في اللغة هو الشيء المجموع أجملت الشيء إذا جمعته وضده المفصل والمجمل يحتاج إلى بيان لكن المجمل الصحيح أن له معنى لكن هذا المعنى غير ضعر لا نقول مجمل لا معنى له لا هو محتمل هو واقع في الكتاب والسنة المجمل المحتاج للبيان فالشيء قد يكون واضح من جهة بين مجمل من جهرة قال سبحانه وقيموا الصلاة واتوا الزكاة إقامة الصلاة بينت السنة مجمل هذه الصلاة بينت قال عليه الصلاة صلوا كما رأيتم وصلي فالسنة بينت المجمل وكتاب الحج أيضا قال عليه الصلاة خذوا عني ما ناسيك قال صلوا كما رأيتم وصلي فبين بفعله وقولي صلوات الله وسلامه عليه المحتاج للبيان المجمل والمحتاج للبيان ثم هذا المجمل هو واضح من جهة أخرى أنه مأمور به مأمور به الأمر فيه واضح أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر واضح بين لكن هذه الصلاة التي تقام هذه الزكاة تؤدى والحج المأمور بيّنته السنة يكون في السنة والقرآن كذلك يكون المجمل في السنة والقرآن ومثلها أيضا في السنة في القرآن ثلاثة قرؤ محتمل أنه للطهر ومحتمل أنه للحيض بيّنت السنة أن المراد بالأقراء الحيض بالنظر في الأدلة والإجمال قد يكون في كلمة قد يكون في جملة وقد يكون في حر يقول تعالى والراسخون في العلم يقولون هل العطف أو للإستئناف كذلك المجمل المحتاج للبيان يكون في السنة والقرآن بيانه الإخراج للجلائي من حيز الإشكال والخفاء وعدم الظهور لما لم يكن ظاهرا فإنه يحتاج إلى بيان وليس المعنى كما تقدم أنه ليس له معنى لا له معنى لكن هذا المعنى محتمل في يحتاج إلى بيان فيأتي البيان للقرآن في السنة كذلك السنة أيضا يوضح بعضها بعضا يبين بعضها بعضا ولهذا ترى أهل العلم حين يبينوا حلي ويشرحونها فسرونها بالأخبار الأخرى البينة مثل السنة قول النبي عليه الصلاة الجار وحقه بصقبه هذا محتمل أنه المراد للجار الملاصق والمراد للجار المخالط جاء الحديث الآخر عند أهل السنن برواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزم ولا بأس به في قوله عليه السلام الجار حق بشفعة جاره إذا كان غائبا الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا فبيّن عليه الصلاة والسلام أن المراد بالجار هنا المخالط هذا قد يدخل أيضا في باب الظاهر الذي له معنيان ويدخل في المجمل من وجه آخر لأن هذه الألفاظ وهذه الألقاب متداخلة لأنها مشكات واحدة نعم في النص والظاهر هذا النص نعم يقول النص والظاهر أيضا من الأسماء أو الألقاب في باب الأصول النص والظاهر النص من نص الشيء هو رفعه والنص ما لم يلتبس مجرور واضح بين والنص في اللغة الأصلة هو من نص الشيء إذا رفعه كما في كلام الناظم مأخذوا من المنصة وقد يطلق النص عند العلماء في الدليل لكن هذا هو أصله والأدلة فيها ما هو نص بين لا التباس فيه واضح يقطع بمعنى ومنه ما هو ظاهر معناه يحتمل احتمال مرجع مجلول ما لم يلتبس مجلوله وقيل ما تأويله تنزيله وهذا ما بالتفسير معنى واحد المعنى واحد لأن ما لا يلتبس مجلوله فنفس هذا النص بمجرد سماعه سواء كان وحيا يتلى من القرآن أو كان من السنة فإنه إذا كان معنى مقطوع به فهو نص كقول سبحانه وتعالى فكفارة يطعام عشرة مساكين ويطعام ستين مسكين فصيام ثلاثة أيام ونصوص الشارع كلهم كلها صريحة وواقع في أنها نصوص بينة ما يحتمل أي شيء آخر فخاصة في الأعداد الأعداد نص في هذا المعدود لا يحتمل أن يريد أقل من عشرة أو أكثر من عشرة أخذ من منصة العروس وغيرها أو من السرير المرتفع أو من الكرسي أو من المنبر ومنه نص الحديث إلى أهله وهو رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الظهور والبيان من منصة العروس ولما كانت العروس تجلى أمام النساء ويرونها جميعا سمية منصة وكما تقدم المنصة يدخل فيها كل ما هو ظاهر من منبر أو سرير المرتفع أو نحو ذلك مما هو مرتفع كرسيها الظهنة كرسيها من منصة بدل من كرسيها المعد للجلوس وهذا إنباب التمام والبيان أو يعني إنباب البيان لما تقدم وإكمال البيت نعم وظاهر محتمل لأظهرا وغيره من معنيين شهيرا أحسن لا وغيره أنا كنت ظنه وغيره لكن وغيره ليس واضح إذن يقولنا وغيره ما يتبين معنا وظاهر محتمل لأظهرا إذا قلت وغيره وش معنى وظاهر وظاهر محتمل لأظهرا قل كلام في الظاه الآن كلام في الظاه كيف وغيره وغيره من معنيين شهيرا كيف ما ذكر هذا الغير حلن على مجهول لأظهرا وغيره يعني وغير الأظهر ولهذا قال من معنيين شهيرا يمكن في بعض النص مشكول بالرفع وبعضها لم يشكل والظاهر وظاهر محتمل محتمل لأظهرا يعني وجه ظاهر وجه أظهر وغيره ما هو ليس أظهر إنما ظاهر فهو فالنأف ذكر لأنه ذكر النص وذكر الظاهر النص تقدم الظاهر له معنيين أحدهما ظاهر والآخر أظهر من معنيين شهرة المعنيين مشتهران هم يمثلون مثلا على طريقتهم إذا قلت رأيت أسدا يحتمل أنه ماذا الرجل الشوء يحتمل أنه الحيوان مفتلس طيب وش الأظهر ها الحيوان مفتلس وكونه الرجل الشجاع هذا يحتاج إلى قرينة وإن كان محتمل فلهذا تحمله على الوجه الأظهر مثلا إذا قلت قابلت اليوم بحرا البحر عندهم الماء الكثير لكن إذا قلت قابلت المقاولات تكون شخص يكون بالمعنى ما هو غير الأظهر وهو الذي له ظهور لكنه ليس أظهر من وجه الثاني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق التفرق بما هو بماذا يكون بالأبدان ويحتمل يكون التفرق بالأقوال أيهما أظهر الأبدان معا فيها خلاف ولهذا من خالف كمالك وجماعة نقول هذا المعنى أظهر مع أن الأدلة الأخرى واضحة الحديث يستبع دلته يدل على أن المراد تفرق ويقطع بذلك لكن الكلام من نفس الحديث من نفس الحديث أيضا تقدم حديث الجرحق بصقبة ولذا الظاهر والأظهر الأصل أنك تحمل اللفظ على الأظهر سواء هذا في الخطاب بين الناس أو في خطابات الشارع تحمله على ماذا على الأظهر متى تحمله على الوجه الثاني لا بد من دليل لأن ذاك الوجه ضعيف يعني مثل عندك كفة ميزان في أحدهما حجر وفي الآخر حجرين الحجران راجح الحجر الحجر الواحد مرتفع إذا أردت أن ترفع الحجر الواحد يحتاج ماذا أن يعني تثقله بشيء حجر آخر حتى ينزل ويرتفع ذلك كذلك ذاك الوجه يحتاج أن تضيف إليه شيء دليل في قول النبي عليه السلام الجار حقه بصقبة الصقبة في اللغة هو الجار الجار الجدار الجار بالجدار الجار بالجدار هو الصقب طيب إذا أخذنا بهذا اللغ باع جارك بيته فلما باع بيته قلت أنا أشفع هل لك أشفع عليه طيب يقول النبي عليه قال جار حقه بصقبة وأنا ملاصق لك الجدار بالجدار نقول هذا الوجه وإن كان ظاهرا وهو أظهر نقول هذا الوجه مرجوح لأن المراد بالصقب هو الجار ماذا المخالط للجار بالجدار الجار المخالط يعني جار بالجدار مع وصف آخر في منفعة مشتركة بينهما كون هذا الجار وجاره في منفعة كطريق مسدود لهما وحدهما أو هناك خزان مشترك بينهما للماء أو مكب للنفايات أو مكان تجري له النجاسة مشترك بينهما بينهما هذا مخالط في شيء في هذه الحالة نقول هذا الوجه وإن كان مرجوح دل الدليل على أنه أظهر وإلا فالأظهر هو المعمول به لأنه الأصل نعم الأفعال الأفعال وقربة يفعلها الرسول تعم إلا ما أتى الدليل على اختصاصه فيختص به عليه أزكى صلوات ربه وما أقره من الأفعال كفعله كذلك في الأقوال يقول رحمه الله في باب الأفعال لأن أفعاله عليه الصلاة السلام هي محل للقده لقد كان لكم فيه رسول الأسوة حسنة ولذا أهل العلم أحتلفوا في هذا الباب وهو أفعال الرسول عليه الصلاة قال وقربة يفعلها الرسول إذن إذا كان هذا الفعل قربة قربة فهو يعم تعم سائر الأمة كل الأمة أسوة هو أسوة للأمة في هذا الفعل عليه الصلاة لأنه فعله وهذا الفعل قربة وليه هذا الصحاب يرانوا كانوا يجعلون فعله الذي قربه محل للاقتداء والإتساب إلا ما أتى الدليل هذا الاستثناء يكونك دليل يخصه عليه الصلاة فإنه يخرج من الاتساء لهذا الدليل على اختصاصه فيختص به مثل الوصال النبي واصل عليه الصلاة واصل في الصوم إذا المادام واصل في الصوم فالصوم قربة وواصل في الصوم ما يكون الوصال في الأصل الأصل يكون مشروع سنة للنبي واصل لكن دلت السنة على أن وصاله عليه الصلاة والسلام خاص به مش دليله الصحابة واصلوا في حد كثيرة وواصل بهم كالمنكن لكن بين قال إني لست مثلكم نطعا مسقى إلى غير ذلك دل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام مع أنه قربة وهذا لعمل أدلة وإطلاق الأدلة في الاتساب عليه الصلاة وهذا في الفعل الذي هو قربة نفسه عليه أزكى صلوات ربي صلوات الله سلام عليه لخصائصه وهذا لشرفه صلوات الله سلام وما أقره من الأفعال هذا نوع آخر من الأفعال ما فعله الرسول عليه الصلاة ما حكمه ما فعل بين يديه عليه الصلاة والسلام من الأفعال فأقره فهو كفعله لماذا لأن هذا الفعل اللي سكت النبي عليه الصلاة لو كان لا يجوز لبين هذا النبي عليه الصلاة لو كان له حكم خاص لماذا لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ما حكمه لا يجوز فلو لم يكن هذا الحكم جائز أو مشروع على حسب الفعل لم يسكت عليه الصلاة والسلام فالأصل أن فعله قربه الصحابة رضي الله عنهم كما قال أنس كانوا صلون قبل المغرب وركعتهم قال وكان يرانا ولا ينهانا عليه الصلاة فاستدلوا بإقراره بسكوته أنه مشروع شاهد من قول أنس كان يرانا هذه كلمة عظيمة وإن كان وإن كان آتان للركعتان ثبت عنه عليه الصلاة بقوله إنما الكلام من قول أنا صلى الله عليه والصحابة الذين معه كانوا صلون النبي يراهم فأخذوا من إقراره أنهم الأمر المشروع كفعله كذا كفي الأقوال الأقوال التي يسمعها عليه الصلاة والسلام هي من هذا قد تكن بمباح فالنبي عليه الصلاة في يوم العيد يسمع يسمع غناء الجاريتين وسكت عليه الصلاة سكوت يدل على أن هذا لا بأس به سكت تماما وحديث قول أبي بكر بمزمور الشيطان هذا يؤيد ما تقدم أنه سكت عن هذا القول بل هو في يوم العيد وهو غناء من غناء الجواري فدل على أنه لا بأس به كفعله كذا كفي الأقوال كذلك أيضا من هذا الباب ما فعل في عهده ما فعل في عهده وعلم به ولم ينكره عليه الصلاة والسلام وذي محل البحث مسألة ما فعل في عهده لكن حين يبلغه هذا لا إشكال فيه وأنه يدل على جواج هذا الفعل نعم النسخ النسخ رفع حكم سابق بلاحق وجائز نسخ الكتاب الخطاب وسنة وجائز في الرسم أو في الحكم أو كليهما كل الروو وجاز للأخف أو للأثقل وبدل كذا لغير بدل وينسخ القرآن بالقرآن وسنة بسنة سيان وينسخ الكتاب سنة وقد اختلف في عكسه لكن ورد وينسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر بالانتقاد ومتواتر بمثله ينسخ لا بالآحاد قال هذا من رسخ نقف على هذا على التعارض نكمل هغدا إن شاء الله إلى آخر المنظومة يقول رحمه الله النسخ رفع حكم سابق الخطاب وهذا هو تعريف النسخ والنسخ معناه الرفع معناه الإزالة وهو رفع حكم خطاب متقدم بخطاب آخر متراخعا هناك تعريف والمقصود أنه نسخ الحكم الثابت المتقدم بخطاب آخر متراخع وهذا رفع حكم حكم سابق خطاب خطاب متقدم سابق هذا من شرطه أن يكون سابقا بلا حقي هذا هو ثم قال وجائز هذا حكم آخر وجائز النسخ في دلالة على جواز النسخ ووقع في هذه الشريعة ومحل إجماع من أهل علم أي أن النسخ جائز في الكتاب والسنة وجائز نسخ الكتاب وسنة أي نسخ السنة وهذا واقع وجائز في الرسم وحده ينسخ الرسم دون ماذا مثل ماذا آية الرجم وجائز في الرسم لكن هذا الحكم موجود وجائز نعم وجائز في الرسم وجائز في الرسم يعني نسخ ماذا الرسم صحيح نسخ الرسم دون الحكم مثل ماذا الشيخ وحسنت الشيخ والشيخة إذا زن فارجموهم البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم هذا نسخ لماذا للرسم والحكم ثابت أيضا قول عائشة رضي الله عنها كان فيما يتلى من القرآن كان فيما ونجر عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات معلومات وتوفر رسول الله وحن فيما يتلى من القرآن رواه مسلم هذا أوله ماذا نسخ لماذا عشر رضعات نسخ لماذا لماذا للرسم إذن هو مثال لك ليهما طيب خمس رضعات نسخ لماذا للرسم دون الحكم خمس رضعات كانت تتلى لخفايا على الناس ومع النسخة أدل علي الحديث خمس رضعات فأرضعي خمس رضعات فهذا ثابت في القرآن فيما نسخ رسمه وبقي حكم ثابت في السنة وجائز في الرسم كما تقدم في آية الرجم أو في الحكم مثل ماذا الحكم دون الرسم عدة متوفى عنها واللي توفن منكم ويذرون أزواج وصية لأزواج من متى الحول غير إخراج غير إخراج كذلك آية المصابرة إيكم منكم عشرون صابرون يغني ويتين وإيكم منكم مئة يغلبوا ألف مليكم لأنهم قوموا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرون يغلبوا ألفين هذه ماذا نسخ حكمها دون رسمها دون رسمها أو كليهما نسخ الرسم والحكم مثل ما تقدم في ماذا عشر رضاعات المعلومة هذه نسخة رسما حكم كل روو هذه الحقيقة فيها إشكال الشارح يقول ويصح نصب كل يقول كل روو مبتدى وخبر والرابط محذوف أي رووه ويصح نصب كل مفعول مقدم بروه والنصب أحسن الحقيقة فيما يظهر لأن روو هذا الفعل لم يستوفي مفعوله فعلا يكون باب الاشتغال ويكون الفعل ويكون هذا المفعل تقدم منصوب بهذا الفعل لأنه لم يستوفي مفعوله أما كل الروو يكون تكون الجملة الفعلية هذه لواقع ووقع الخبر بدون رابط ولا بد من الرابط بين الخبر إذا كان الخبر جملة لا بد من رابط حتى يربط الجملة بالمبتدأ وإلا كانت أجنبية ومدام هناك وجه أظهر لكنه جعله على هذا وجه كل الروو أو قال أو كليهما كل الروو وجائز للأخف ما هو نسخ الأثقل إلى الأخف أو للأثقل نسخ الأخف إلى الأثقل وجائز للأخف الأخف مثاله مش مثالة لا مثلة نعم آية نعم آية المصابرة وكذلك وكذلك أيضا آية العدة التي توفى عنها كانت حولا ثم نسخ 24 و10 والذي تفهمكم ويذرون زواجا يتربصنا بأنفسنا 24 و10 على خلاف مجاهد وجمع لا يرون النسخ لا يقولون الآية هذه الآية التي هي متأخرة عنها هي ليست ناسخة فالحقيقة ويقول إن شاءت أن تبقى في عدتها إلى سنة لكن الجمهور على أنه مما نسخ حكمه وبقي رسمه أيضا كان الصوم في أول الأمر أن من نام نام قبل الفطر يلزمه أن يصوم ليلته تلك ويومه إلى غد كما في حديث البراء المتقدم ثم نسخ في قول حل لكم ليلة الصيام الروح نسخ من الأثقل إلى الأخف نعم لا نخف الله عنكم وعليناكم وعليناكم هذا صريح صحيح أو للأثقل من الأخف للأثقل مثل ماذا أحسنت صوم عاشورة كان الصوم لصوم عاشورة الصحيح أن كان واجب ثم نجرسهم رمضان وترك وجوبه أيضا لكن هل استقر هذا الحكم هذا محتمل هذا موضع بحث هل يقال أنه نسخة الخمسون إلى خمس هذه زيدة فيها قصدك أنها يعني يكون أثقل كانت في أول أمر ثم زيدة في تلك الصلوات كم حديث عائشة رضي الله عنها طيب لكن حديث الخمسون صلات خمسون هذه في الخلاف إن قيل إنه لما بلغ النبي عليه الصلاة وإن كان في السماء ببلوغ إياه وهو إمام الأمة عليه الصلاة ثم نسخ هذا يحتمل يحتمل أن يقال نسخ وخفف ويكون من هذا الباب لكن كان الصوم في أول الأمر لا نحن نريد ماذا نريد من العكس نريد من الأخف للأثقل لا الثقيل هذا يدخل في يدخل فيما تقدم من أثقل للأخف لكن نريد من الأخف للأثقل كان الصوم في أول الأمر على التخيير وعلى الذين يطيقونه فيه لتنطعان ومسكين على قول جمهور الصحابة يرون كما يحرر السلام الأكوع يقول كان من شاء أفتدى وأفطر في أول أمر من شاء أفتدى وأفطر يخرج فدية ولا والفطر مخير بين الصوم والفطر حتى نزل قال فلما نزل قال فمن شاهد يكون شهرة فليصوم كان الصوم حتم كان الصوم حتما فهذا نسخ من الأخف لماذا إلى الأثقل وبدل وبدل مثل نسخ القبلة لما كنت مقدس إلى إلى الكعبة إلى الكعبة وإلى غيري كذلك غيري بدل هذا موضوع خلاف هل يمكن أن يقع النسخ لغيري بدل هذا قاله كثير منها العلم وأنه يقع النسخ لغيري بدل وأبى ذلك آخر وقالوا إن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما يمكن أن ينسخ شيء حتى يكون له بدل وهذا البدل كما قال سبحانه نأتي بخير منها أو مثلها استدلهم بآية المناجات يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي أجوك صدقة فقالوا إن هذا نسخ إذا لم تجد فإن الله إن الله عليم خبير فإذا لم تفعلوا وأقيموا الصلاة والزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير قالوا 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 نسخ هذا إلى غير بدل نسخ الصدقة بين يدي المناجات النبي عليه السلام لكن قيل إن الحكم الذي استقر عليه وهو عدم التكليف بالصدقة بين يدي المناجات هذا هو الخير والله جعل عدم التكليف خيرا من التكليف فاللي استقر عليه الأمر لا يشترط في أن يكون البدل عمل لا نفس نفي التكليف بالصدقة بين يدي المناجات النبي صلى الله عليه وسلم خير منه لكن في وقتها كان هذا هو الخير ولما نسخ إلى غير نسخ وجعلت الصدقة غير واجبة في هذه الحالة كان هو الخير والله جعل هذا خيرا في وقت وفي وقت آخر كان هذا هو الخير لظهر القرآن وينسخ القرآن بالقرآن كما تقدم في آية العدة وآية المصابرة وسنة بسنة مثل ماذا كنت نهيتكم عن زيادة القبور كذلك لانتباه في الأوعية كنت نهيتكم عن أن تنتبذوا في الأوعية فانتبذوا في كل يعاء ولا تشربوا مسكرا نعم لبس الخفين قصدك في الحج يعني لإذا كان في الحج هذا محتمل إذا كان مراد في الحج هذه محل البحث يطول كلام فيه والجمهور قالوا من باب المطلق للمقيد والصواب أنه من باب النسخ هذا الصحيح الصواب أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر كذلك حديث جابر وأن حديث ابن عمر في المدينة منسوخ بحديث ابن عباس هذا هو الصحيح والكلام في بيانه واضح حيث قال في عرفة فمن لم ينفع لبنس خفين ولم يأمر بقطعهما طيب وسنة بسنة سيان يعني كالقرآن وينسخ الكتاب سنة وينسخ الكتاب سنة وقد الكتاب ينسخ السنة مثل ماذا الصلاة ارفع صوت رحيان مع الصوت شرب الخمر شرب الخمر لكن هل يقال نسخ أو أنه كان على البقاء الأصلي كان على الأصل ثم صار فيه تدرج حتى جاء البت بتحريمها يريد أمر متقرر بالسنة نعم ومثل نقاتل الناس لكن هذا عام وشفوش الناسخ هذا عام وخاص لتقدم عام وخاص وهذا يسمى نسخ عند السلف هو عند الناس يسمى نسخ السلف يسمون التخصيص نسخ لكن استقر اصطلاح الأصليين على أن الخاص له معنى يخصه والنسخ له معنى يخصه على طريقة أهل العلم في مصطلحاتهم بعد استقرار علوم نعم أحسن تحويل القبلة كانت القبلة إلى بيت المقدس وظهر النبي السنة ثم نسخت بالاتجاه إلى كعقد نار تقل وجه السماء فلنولينك قبلة أن ترضى وولي وجهك شاطرة للمسي الحرام وحيث ما كنت وولي وجهك شاطرة أحسنت كذلك كذلك النسخ في حديث براء بن عازب كان من نام قبل أن يفطر فيجب عليه ثم نزل التخفيف بالقرآن نسخ القرآن والسنة صحيح نسخ القرآن وينسخ الكتاب سنة وينسخ الكتاب سنة نعم وقد وقد اختله في عكسه وقد لكن ورد ونسخ ماذا السنة للقرآن هو من حيث التقعيد والتأصيل على طريقة بعضها العنكة بن حزم جمعها جائز كما سيأتي نشرا في خبر الأحاد أنه يجوز أن ينسخ المتواتر لأنها كل لأن الجمع وحي لكن هنا وقع خلاف وقع خلاف هل تنسخ السنة القرآن ورد ورد ماذا حديث لا وصية لوات قولي قتب عليكم إذا حضر حديكم إذا حضر حديكم وات قتب عليكم إذا حضر حديكم وات انترك خيرا وصية نعم انترك خيرا الوصية انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فهذه الكتابة هل هي منسوخة الوصيح الوالدين والأقرب هل هي منسوخة بالحديث لوارث قال بعض العلم منسوخة والأظهر والله منسوخة بآية الموارث بآية الموارث وينسخ الأحاد بالأحادي الأحادي ينسخ الأحاد لأنهما مستويان في الثبوت مثل قول النبي عليه السلام كنت نهيت مجموعة جوروها ومثل النهي عن انتباه في الأوعية والمتواتر كذلك وينسخ الأحاد بالأحادي وينسخ الأحادي بماذا؟ بالمتواتر لأنه إذا كان الأحاد ينسخ الأحاد وهو مثله فالمتواتر ينسخ الأحاد من بابه أولى لكن ينظر هل له مثال؟ هل له مثال؟ أحسنت سنة لا المتواتر متواتر بالأحاد متواتر بالأحاد لا الأحاد بالمتواتر لسخل القرآن للسنة مثل تذكرون شيء يعني فل وجهك هذا القرآن والمتواتر نعم قصدك يعني أنه في قوله سبحانه وتعالى فل وجهك سنة السحران والمتواتر بالأحاد هذا إذا قيل إن هذا أحاد لكن يظهر أن هذا كونه توجه لبيت مقدس هذا أمر يعني مقطوع به مقطوع به طيب بلا انتقادي هذا بلا انتقاد واضح أم ومتواتر بمثله متواتر ينسخ متواتر كالأحاد لكن هل هو واقع متواتر ينسخ متواتر هو جائز لكن هل هو واقع الأصليون يذكرون إنما إذا أردنا الفائدة مثال على هذا قد يعوز ويعوز ذكر مثال إنما يمكن على طريقة بعضها الحديث الذين يتوسعون من المتواتر فالحديث كثرت طرقه وتعدت مخارجه فإنه يكون عنده في حكم المتواتر خاصة إذا كان رواته من أيما الكبار فمن نظر مثلا في أحاديث الانتباث في الأوعية فالنهي عنها في أحاديث كثيرة الإذن فيها ثم النهي ينظر هل أحاديثه تبلغ در التواتر على طريقة بعضها العلم فإذا بلغ إلى هذه المرتبة فيكون متواتر ناسخ متواتر بمثله ينسخ لا بالأحاد يعني لا ينسخ الأحاد المتواتر هذا قول جمع العلماء وذهب من حزم وجماعة إلى لا بأس ولا مانع لأن النسخ ينصب على ماذا؟ على اللفظ ولا على الحكم على الحكم وعلى هذا لا يكون في اعتراب حين يقال إن الأحاد نسخ المتواتر ليس النسخ للفظه لفظه ذابت إنما الحكم والحكم قد يكون ظنياً الحكم اللفظ متواتر من جهة الثبوت وقطعه لكن دلالته قد تكون ظنية وهو ماذا؟ متواتر فلا يمتنع أن ينسخ الأحاد المتواتر من جهة حكمه هذا الذي حكم ماذا؟ ظنف الحكم منصب إلى الحكم فالنسخ منصب الحكم لا إلى اللون قال هذا من رسخ وهذا إشارة يترجيح هذا القول والله أعلم وصل الله سلام عليكم نبينا محمد نقف على باب التعارض ترجمة نانسي قنقر